هقول لك حاجة هم كانوا عايزين يزبطوا الأعداد زي ما قلت لك من ثلاث أسابيع كل يوم كده ستة وتلاتين اتنين وتلاتين ميزتش عن أربعين بس لقوا ان الأمور بتجبر ولقوا ان حضرتك قاعد في المنزلة وشايف الأعداد كبيرة والحاج اللي قاعد في أسوان شايف الأعداد حوليك كبيرة وبتاع البحيرة وبتاع دومياط وبتاع طنطة وبتاع اسمعالية والسويسي والبرسعيدي واللي هناك من اسكندرية والتاني اللي قاعد في بني سويف فبدأوا يبحبحوها شوية بعد المكاة الاربعين بتوصل دلوقتي مية مع ان هم نسيوا ان هالة زايد كانت قايلنا تصريح الوضع سيكون صعبا اذا وصلنا للرقم ألف لو وصلنا للرقم ألف الكلام ده امتى 24-3 قالت هالة زايد نزيرة الصحة بتاعت السيسي الوضع سيكون صعبا اذا وصلنا الى ألف إصابة طب هو احنا وصلنا كام دلوقتي يا جماعة هو احنا مش عدينا الألف عدينا الألف عدينا الألف طيب مصطفى مدبولي قال ايه مصطفى مدبولي طب هاتلي يا سيدي مصر كويس والله نشوف مصر على المعلن على الأرقام المعلنة احنا هنا تحت الجزائره هو قالك ألف وخمسمائة وستين حالة وعندنا مية وثلاثة ماتوا وثلاثمائة وخمسة ربنا شفاهم وعافاهم الحمد لله يعني عندنا الألف طيب ما تجاب لي مصطفى مدبولي بيقولك ايه بيقولك تأخير الحظر ساعة تأخير الحظر ساعة عشان يبدأ الساعة تمانية الله طب ازاي يا جماعة تأخير الحظر ساعة هو مش احنا لو وصلنا للرقم ألف حنبقى في المرحلة الخطرة مش ده اللي قالتو الوزيرة طب احنا وصلنا لألف وخمسمائة بتقللوا الحظر ده الناس كانت متوقعا ان انتوا تعملوا حظر كامل وردونا الخبر يا جماعة وردونا رئيس وزراء السيسي وهو بيقول لنا ان الحظر حيبدأ الساعة تمانية ده فيديو طايت هتنى انا الله مش عارفه مهندس ولا تقريبا مهندس هتنى مصطفى مجبولش يعني تم التوافق على ان يكون موعد التطبيق الحظر يبقى هو الساعة السامنة مساء بدل من الساعة السابعة لا لشيء الا لفقط ان احنا ندي فترة اطول للمواطنين ان هما يرجعوا بيوتهم بدل ما يبقى هناك تكالب وضغط شديد على وسائل النقل الجماعي في فترة زمنية محدودة لا لشيء يا جماعة لا لشيء غير ان المواطنين يفضلوا معجونين في المعجلة يدوا الفيروس لبعض بس دي ناس تفهى بتتكلم بسزاجة وبخرف مرة يقولولنا لو وصل الف حنبقى في المرحلة الخطرة بعدين يطلع المهندس رئيس الوزراء بتاع السيسي يقولك لا احنا هنخليها يا جماعة الساعة تمانية تقريبا كورونا كورونا كلمهم والهم انا حافظا نايم للساعة تمانية طيب الكلام ده بيحصل السبب الحقيقي ايه سيبك لهم اجتمعوا ولا عندهم علماء ولا بيسمعوا العلماء فيه علماء في مصر اكيد ثم ما بيسمعوش لحد هم بيسمعوا للي معه فلوس بس بيسمعوا لسويرس بيسمعوا الغبور بيسمعوا لصبور بيسمعوا للناس اللي بيوقفين في ظهرهم ووقفين في ظهر النظام ده حتى لو النظام بيموت منه ناس حتى لو مات لوقات حتى لو مات جمال منصور اللي هو صهر على جمال مبارك وكانوا مراتوا ليلة عيلة قبل كده كل ده مش مهم عندهم طالما فيه رجال اعمال بتطلب وتؤمر هم بيسمعوا لهم بس مش رجال اعمال شريفة زي محمود العربي لا رجال اعمال من عينة حسن صبور حسن صبور اللي عبر عن الرأسمالية القزرة اللي ما بترحمش افكركوا بكلامه اللي قالوا من كام يوم المختارش قدير لو توقفنا البرد هتفلس كلها كلها هتفلس الصراحة هتفلس التشغيل هتوقف المصارح هتوقف منفعش نقف منفعش ابدا كل حد له طاقة استحمال واحنا دولة ضعيفة طاقتنا خلصة خلاص هجب نشتغل فورا بتلاقي فندم بعض الناس بيقولوا انه لا ده فكر رأسمالي وانه عودة الناس هتزود عدد الاصابات ما تزيد زود عدد الاصابات لك اعب عندك شعب الخائم نارس شوية ولا صعب نفلس تماما وليش ما تزيد الاصابات هتزيد ما تزيد الرأس مالية القزرة الرأس مالية الدموية الرأس مالية اللي مش شايفة حد حتى لو الناس منهم بيموت قلت ما تزيد ايه يعني هيموت شوية ويعيش الباقي انت متخيل الكلام ده يموت شوية ويعيش الباقي طب فينا يا جماعة لما توصل الالف هيبقى خاطر توزف الالف رأس المال هو اللي بيتحكم وهو اللي بيؤمر وهو اللي بيمشي كلمته على عبدالفتاح السيس فيطلع السيس يقول لك ايه انا مش معتوقف عمل الدولة طيب يا سيدي ما دول كتير مش متوقفة دولة بس انا دلوقتي لما لقي تلاتة واربعين طفل يا فاجر بتتقلب بيهم العربية وبيموتوا عشان طلعين اهليهم بيشغلوهم عشان يجلبوا لهم اكل عيش عشان انت ما بتأكلهمش يبقى انت نظام فاشل هقول لك التركي عامل ايه مرة تانية التركي قال كل اللي تحت عشرين سنة ما يطلعش بالبيت وكل اللي فوق ستين سنة ما يطلعش بالبيت اللي عمره اكبر من عشرين وقالي من ستين اللي هم بيروح يشتغلوا ويطلعوا وعمل لهم ضوابط بتروح تركب الاوتوبيس حنزل اصور لكم بكرا هجيب لكم صور بكرا بتركب الاوتوبيس حضرتك بتلاقي كرسي عليه ناس وكرسي فاضي ولك هنا ممنوع يقعد ويقعد واحد بس والمعقمات والكلام ده في كل حتة ليه عشان هم ما بيهزرش انبارح الدولة التركية عاملة خمسة وعشرين الف تحليل للامانة اربعة وعشرين الف وتسعمية مصر في شهر ولا شهر يعني خمس اسابيع عاملة خمسة وعشرين الف تحليل ويقولك ما عندناش نسبة نسبتنا في المصابين قليلة ما انت بتعملش تحليل لحد التركي عامل متين وثمانين الف تحليل الاماراتي عامل متين وعشرين الف تحليل لحد النهاردة وانت ايه عامل خمسة وعشرين الف وطلع عندك الف ونص بس احنا تمام يا جماعة زي الفري ده اللي عايز يقوله للناس ولكن المتحكم في الدولة مش السياسيين مصلحتهم على البلد والناس لا متحكم في الدولة اللي زي صويرس وصبور والسيسي بيسمع كلامهم واسمع من السيسي هو بيقول كلامهم بس بشكل تاني وبالمناسبة انا مش معا ان احنا نعطل عمل الدولة المصرية ونوقف الحياة كاملة لا ده خطير خطير جدا في ملايين من الناس بتشتغل في الدولة واحنا قلنا فيما يخص الدولة نخلي مثلا نخفض الاعداد اللي بتحضر وقفنا الجامعات وقفنا المدارس وبرضو انا بتكلم على الجامعات والمدارس ايه وقت تفتكروا ان الدولة مش خطة عنها وحريصة على مستقبل ابنائها لا ولا احنا عادين بنعمل ايه وبالمناسبة طيب حرجع افكر حضرتك مرة تانية قبل ما نبدأ ناخد صلاة بكلام وزيرة الصحة لما قالت وضعنا حيبقى صعب لو وصلنا لعدد الف وصلنا لما يفوق الالف وخمسمية وفقا لارقامهم العدد في مصر اضعاف مضاعفة من الرقم ده طيب مصطفى مدبولي مبارح فكروه احد الصحفيين فكروا بالامر ده وسألوا مش احنا لو وصلنا لالف هيبقى وضعنا صعب قالوا لا احنا في المرحلة الامنة ليه اصل الوضع الصعب ده في ادينا احنا بنمطوا على كيفهم والمرحلة الامنة دي برضو في ادينا بنمطاها على كيفهم وبنعمل كل حاجة في البلد على كيفهم كيف مين؟ كيف رجال الاعمال حملت الينا العديد من الرسائل المهمة جدا جدا اللي يمكن انا حابب ان انا اركز عليها النهاردة في كلامنا اول شيء ان احنا الحمد لله حتى هذه المرحلة مصر يعني ما زالت في اطار الحدود الامنة لا us怎么e لسيطرة على هذا المرض حمبت الينا العديد من الرسائل المهمة جدا العشان كده بنقل فترة الحذر عشان رجال الأعمال ما يزعلوش مننا